اشتركوا في القناة اي شخص انه يتم توثيق الحساب متاعه فقط من خلال الفيديو بيش نوريكم الطريقة اللي تنجموا تستعملوها لتوثيق الحساب متاعكم لا اكثر ولا اقل وكذلك موقع انستجرام او تطبيق انستجرام من خلال البروساس اللي بيش نوريوه فهو كذلك لا يضمن توثيق اي حساب الا اذا قام باستفاء الشروط اللازمة الكل قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نعبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار ونبدأوا مباشرة في الشرح متاعنا اول حاجة تعملها تمشي للحساب متاعك على انستجرام كما قاعدين تشوفو وتضغط على الثلاثة خطوط الموجودة في اعلى يمين الشاشة وبعدها تضغط على settings او parameter او اعدادات الموجودة في اسفل الشاشة تلقى روحكم بعد في الشاشة هذية تضغط على search وتكتب verification قبل ما تكمل تكتب verification باش تظهر لك request verification تضغط على request verification وبعد ما تضغط عليها باش يظهر لك الاستمارة هذية دونك الاستمارة هذية شنو تقول لك لازم لضمان التوثيق متاع الحساب متاعك لازم تكون شخصية معروفة وإلا شخص مشهور وإلا علامة تجارية معروفة يعني اذا كان ما عندك الشروط هذوما من غير ما تطلب التوثيق اللي يقولوا دي مع الاقل باش يتم توثيق الحساب متاعك لازم على الاقل يكونوا فيها 10.000 متابع وال10.000 متابع هذوما فقط للملاحظة ما لازم همش يكونوا فيك يعني ما تمشيش تشري 10.000 متابع من المواقع الصينية والهندية ولا منعرش المواقع اللي يهبطوا فيها نهار كامل في الفيديوهات اللي في حقيقة الامر قاعدة تضر في الحساب متاعك مش قاعدة تنفع فيه وبعد تقول ما حبوش يعملوا لي التوثيق يعني العاشر الاف لازم هم يكونوا معناها باشخاص حقيقيين يعني ما همش فيك وكذلك لازم يكون فما بحث دائما على اسمك يعني فما عدد جيد لا بأس به من الاشخاص اللي يلوجوا عليك الويش هذي باش يعرف التطبيق متاع انستجرام انك انت شخصية مشهورة لانه اذا كان ما يلوج عليك حد يعني ماك شخصية مشهورة يعني لا تحتاج انه الحساب متاعك يكون حساب موثق او حساب verified بعد هذي الكل وبعد ما توفر هذي الكل جي له هنا تعمر الابليكيشن متاعك تكتب اسمك الكامل وتكتب زادة كيف كيف الكنية متاعك اذا كان نعرش انا بار اكزامبل فما فنانين ولا لعبين تاع كورة ما يكونش اسمه الحقيقي هو الاسم متاعه معناها الموجود في الوثائق الرسمية نعرش انا مثال كيف نقوله خصوصا لعبي الكورة المصريين مثلا تريزي جي تريزي جي ما هوش اسمه الحقيقي تريزي جي يعني فما عنده اسم اخر هو اسمه الحقيقي تكتب له هنا اسمك الكامل وتكتب الكنية متاعك او بماذا تعرف وبعد تختار الكاتيجوري متاع الاكاونت متاعك تجي له هنا عندك العديد من الكاتيجوريز اللي تنجم تختار بينتهم فما ميديا نيوز اند ميديا فما سبورتس يعني هل انت شخصية اعلامية مثلا تنجم تكون موذيع في الراديو او موذيع في التلفاز وإلا شخصية رياضية معروفة مثلا تنجم تكون لاعب متاع كورة قدم وإلا لاعب متاع كورة سلة ولا نعرشنه بالضبط وإلا تكون معناها تابع جهة سياسية او حكومية يعني مثلا تكون ما نعرشنا في خطة متاع وزير ولا شخصية معروفة الميوزيك يعني تكون فنان او منتج او ملحن معروف زده كيف كيف الفاشن تكون من الوجوه المعروفة في عالم الموذة الانترتينمنت انك تكون ممثل منعرش ولا تشارك في العروض ولا مقدم عروض تلفازية ولا حاجة كما هك بلوغر وإلا انفلوانسر يعني انفلوانسر في بالنعرفوها الناس كل يعني تكون شخصية معروفة على السوشال ميديا وإلا تكون تمثل بزنس براند وإلا أورجنيزيشن يعني تكون تمثل انت شركة معينة مثلا وإلا منظمة معينة تكونها كاكة وإلا اوذر إذا كانك ما يتبقوش عليك هذوما لكن ننصح ما تختاروش اوذر اختارو حاجة من الحاجة هذوما لأنه هذوما تقريبا يجمعوا جميع المجالات الموجودة اللي نجمو نحكيو عليها مثلا بش نختارو بزنس براند انت اورجنيزيشن تتعدل المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة إذا كانك شخص يعني يتمثل شخص يلزمك تقوم بتحميل تضغط على choose file وبعدك تقوم بتحميل صورة من جواز السفرة متاعك وإلا national identification card يعني بطاقة تعريف الوطنية متاعك وإلا رخصة السياقة يعني passport جواز سفر بطاقة تعريف وطنية وإلا رخصة السياقة ولهنا ديما المنصوح به أنه الوثائق هذه تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية يعني الاسم متاعك يكون مكتوب بالأحرف اللاتينية مش بالأحرف العربية أو أي لغة أخرى لأنه إذا كان مش تبعث بلغة أخرى في أغلب الأحيان بيش يتم رفض الطلبهم متاعك مباشرة لأنه التيم اللي يخدمه على verification مش بالضرورة بيش يعرفوا يقرأوا شنوه اللي مكتوب على بطاقة التعريف اللي أنت بعثته وإلا رخصة القيادة أو السياقة اللي أنت بعثته أما إذا كانك تمثل معناها شركة معينة تحب تقوم بالverification فلازمك تبعث الوثائق اللي تثبت معناها أنك تمثل الشركة هذية مثلا يقول لك الهنا tax filling اللي هو حسب ما نعرف معناها الوثائق الضريبية أو وثيقة الضريبية للشركة recent utility bill يعني فاتورة متاع كهرباء أو غاز أو هاتف أو أي حاجة وإلا article of incorporation لحقيقة هذه ما عنديش عليه فكرة شنوه بالضبط نجمه تكتبوه في جوجل وتشوفوه شنوه بالضبط بعد ما تقوم بتعمير الفورم هذية تقوم بتعمير معناها الـ request متاع الverification هذية وتحط الوثيقة المطلوبة فقط تضغط على send وبعد ما تضغط الهنا بش تصير حاجة من الاثنين يا أما بش تجيك إجابة آنية إذا كان عارفو لأنه إذا كانك تعديت من المرحلة الأولى تتعدل مرحلة الفحص اليدوي المرحلة الأولى اللي يشوفوا من خلاله هل الأكاونت هذا يعليه بحث كبير وإلا لا وعنده العدد المطلوب من البحث شهريا وإلا لا إذا كان ملقاوش عندك الزوز شروط هذو مرهم يجاوبوك في اللحظة هذيك معناها في الوقت هذيك تعرف إنه الحساب متاعك لا يصلح باش يكون موثق أما إذا كان يلقاو عندك شروط هذيك يتعدل للمرحلة الثانية واللي هي مرحلة إذا كانك تعديت مزوز مرحلة هذوما يتم توثيق الحساب أما إذا كان كان فيما أي شرط من الشروط اللي هما حطينها ما هوش موجود فإنه لا يتم توثيق الحساب متاعك إن شاء الله يكون الفيديو متاعنا واضح إن شاء الله أي حد فيكم يحب يوثق الحساب متاعه يتمكن من توثيق الحسابة ذا وإن شاء الله إذا كان معناها قمتوا بتوثيق الحسابات متاعكم حاولوا تحافظوا عليه وما تبدأ وشتابتوا في المنشورات كما يجي إلى آخره إن شاء الله يكون الفيديو متاعنا أعجبكم إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم إذا كان أعجبكم الفيديو فاتكم ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس إذا كان عندكم أي موضوع تحبوا نتكلموا عليه ما تنساوش تكتبوه هنا في التعليقات وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي بش نقول لكم كان إلى اللقاء